رقمنا، ده اسم مشروع تخرج أطلقه مجموعة من طلبة كلية إعلام جامعة أزهر وهو عباره كده عن موقع إلكتروني بيرصد إنجازات الدولة في مجال التحول الرقمي ضمن الرؤية القومية 20-30 اللي بتهدف طبعاً لتطوير الخدمات وطرق الاتصال بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمواطنين إيه هو مشروع رقمنا؟ ليه طلاب إعلام أزهر فكروا إنهم يعملوا مشروع زي ده على وجه التحديد أهدفهم كانت إيه؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع عهد يوفنا في الستوديو أشرف محمد عبد الجواد والسيد خليفة عضاء فريق مشروع رقمنا في كلية الإعلام جامعة الأزهر أهلاً وسهلاً بيكم أهلاً وسهلاً بمشروع تخرج الأول الله يبارك في حضرتك صباح الخير عليكم نوررنا في صباح الخير مصر صباح الفل على حضرتك شباب فكرة رقمنا الاسم أصلاً ملفت إيه الحكاية؟ هنبدأ الفكرة جات إنه إحنا عايزين نعمل مشروع تخرج يكون حاجة جديدة ما تعملتش قبل كده ويكون مواكب للتطور التكنولوجي اللي بيحصل في العصر ويكون برضو بيفيد الناس لحنا عايزين نعمل نقدم حاجة فنقدم حاجة تفيد الناس فكان اختيار إيه؟ اصبر عليك أنتو كاب مواحدة المشروع عبنا ما تتكلموا عن فكرة المشروع احنا خمس أعبنا احنا معنا النهاردة اثنين من المشروع فين الباقي؟ الباقي موجودين اسمهم إيه؟ نسلم عليهم ونحييهم ونقولهم مبروك معنا الأستاذ طهر الشرقوي والأستاذ رمضان عبدالله والأستاذ حسن عزيزي كويس فكرتوا إزاي بقى مع بعض احنا كنا بنروح الجامعة وعايزين نعمل مشروع تخرج في آخر سنة لنا فقعدنا مع بعض واتكلمنا فقلنا عايزيننا من الحاجة إيه؟ اتفيد الناس فبعد تفكير قلنا التطور التكنولوجي اللي بيحصل في المجتمع ده لازم نعبر عنه ووفق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي اللي أطلقها الرئيس في 2016 لأن ده خطوات فعالة بتعملها الدولة دلوقتي وواقع بنعيش فيه فده كان فكرة اختيار التحول الرقمي أما رقمنا فبعد تفكير كتير وقعدنا مع بعض فترة طويلة استقررنا على السنة مين صاحب الفكرة سيد؟ هو للأمينة ما فيش حد معين صاحب الفكرة احنا اجتمعنا مع بعض كذا مرة سواء كان في الجامعة أثنين الدراسة أو عبر تطبيق زوم اللي احنا كنا بنجتمع عليها وعلى الواتساب جروب مع بعض كنا بنجتمع عليه كذا مرة اجتمعنا أكتر من مرة علشان خطر نخرج بفكرة غير تقليدية محدش أسطا عمل مشروع تخرج عن موضوع الرقمانة والتحول الرقمي فيه ناس كتير عملت عن الابتزاز الإلكتروني عن التنمر سواء كان إلكتروني أو غير إلكتروني لكن فكرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية في مصر لا فيش حد عمل عليها مشروع تخرج قبل كده خالد فدي في حد ذاتها كانت فكرة جديدة بالنسبة للإسم صراحة كان إسم ملفت جدا وبيعبر عن المحتوى اللي احنا بنقدمه يعني مثلا الرقمانة دي أصلا بتعني أن التحول الرقمي من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني أو من العمل التقليدي إلى العمل الحديث اللي هو كله بيعتمد على التكنولوجيا في حاجات في كل أعتبر المؤسسات الحكومية كلها أطلقت العمل الإلكتروني كتير من يعني بتستعد كلها لتخلص من الورقيات كلها بتستعد لتخلص من النظام الورقي التقليدي الأديم فدي كانت فكرة يعني بالتشارك بيننا إحنا الخمسة الخمس أفراد في الجروب بتاعت مشروع التخرج علشان نطلع فكرة غير تقليدية بحدش عمل عنها سواء كان في جامعة الأزهر أو في الجامعة التانية عظيم طيب الفكرة في حد ذاتها حلوة إيه المحتوى؟ يعني رقمنا ده اسم المشروع المحتوى عبارة عن إيه؟ المحتوى إحنا بنرصد إنجازات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي ورقمانة المؤسسات والخدمات وده من خلال مجموعة من الأخبار والتقارير والحوارات اللي أجرناها إحنا في المشروع الفريق أجرناها مع ناس متخصصين مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي متخصص في التحول الرقمي وكمان مرضو نعرفنا اللي حصل نا وزير الاتصالات عملنا معاه حوار عظيم كانتكلمنا معاه في الحوار ده عن منصة مصر الرقمية والخدمات اللي موجودة عليها وكان دينا تصريحي يعتبر ما شوفناهش في أي موقع قبلنا أنه هو في خمسين خدمة بتتأهب للانطلاق على موقع مصر الرقمية ده إن شاء الله نشوف خدمات تغير من واقع المصري اللي احنا بنعيشه حاليا وتكون مفيدة لكل المواطنين إن شاء الله المشروع أنتم مقدمينه بشكل إيه؟ يعني مقدمينه مجلة مطبوعة؟ أو أنتم طلاب قسم صحافة طيب مقدمينه مجلة مطبوعة؟ أو مقدمينه ويب سايت؟ أو مقدمينه بشكل مشروع الرقمي؟ كده معمول في حاجة شغل الرقمي؟ هو برضو حضرتك علشان إحنا بنتكلم عن التحول الرقمي فكان جدير بنا إن احنا نعمل موقع إلكتروني عمشين فعنكون بنتكلم عن التحول الرقمي ونروح نعمل مجلة فده كان شيء برضو من أسباب الاختيار هو موقع إلكتروني حاليا بس إحنا بنستهدف أن نخليه منصة كبيرة للمستقبل حاجة تقدم الخدمات وتقدم كل جديد عن التحول الرقمي في مصر ونبسط فكرة التحول الرقمي من خلال التقارير الشرحة اللي توصل معنا كلمة التحول الرقمي للمواطن بشكل سهل الحوارات ممكن برضو المقالات يعني كل أنواع الصحافة جديدة فكرتوا تخلوه أبليكيشن طيب هي صراحة كل الأفكار دي أبليكيشن والحاجات دي كلها في الخطة إن شاء الله إذا استمرنا في المشروع وإحنا نفسنا جدا أن نكمل في المشروع ده لأنه هو يعتبر حاجة مفيدة لنا وللناس برضو للمواطني هنبدأ نعمل إحنا عملنا حاليا أكاونت على الفيسبوك بيضي على الفيسبوك وبنحط عليك كل الشغل اللي على الموقع وعلى إنستجرام برضو عندنا حساب على إنستجرام بننزل عليه كل الشغل بتاعنا برضو وكل اعتبر كله على اليوتيوب عندنا برضو قناة على اليوتيوب بنرصد عليها الحاجات للفيديوهات اللي احنا عملناها عملنا الحوارات بتاعتنا كلها مصورة ومكتوبة وكمان عملنا فيديو جراف بنعمل فيديو جراف عن كان فيه برضو على الموقع فيديو جراف عن مبنى الأكتاجون مبنى الأكتاجون اللي هو في العاصمة الإدارية الجديدة ده فيه حاجات يعني أنا كنت مزهول وأنا بعمل في الفيديو ده وبجمع المعلومات والصور حاجة يعني رصدت فيه طيب رصدنا في إنجازات الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي من خلال رقمانة المؤسسات اللي حصلت في المستشفيات الجامعية مثلا التعليم العالم هتكلم عن الجامعات التعليم الإلكتروني المستشفيات الجامعية وتكلمنا عن حاجة مهمة جدا لسه حاجة جديدة من ملف الطب الموحد اللي اتعمل في المستشفيات الجامعية منصة مصر الرقمية والخدمات اللي بتقدمها يعني أغلب الخدمات المرور وغيرها من خدمات 127 خدمة موجودين حاليا على منصة مصر الرقمية وخمسين خدمة في المعمل بتجهز منها خدمات بتفيد المزارع يعني حتى المزارع الخدمات الرقمية بدأت تجهز له فرصدنا التحول الرقمي ومن ضمن برضو من ضمن الخدمات اللي رصدناها عملنا حوار عن منصة الكهرباء الموحدة مع المهندس محمد الحرسي استشاري تطوير الأعمال في شركة فيكس الجروب عملنا الحوار ده كان أنه هو منصة الكهرباء الموحدة نفذت 700 ألف طلب من الطلبات المعدمة إليها وكان هم بيتوقعوا أنه ما فيش الطلبات دي كلها تكون مقدمة لهم وتم تنفيذ 700 ألف طلب من الطلبات المعدمة اليوم ومنه خدمات كتير جداً زي قراءة العداد الإلكترونية وبرضو حجات كل الخدمات المتحدة طيب شباب أنا شايفاكوا بتقولوا لي عاملين يوتيوب تشانل وعملين بيج على الفيسبوك وحطين على اليوتيوب تشانل حوارات المصورة التي عملتوها أو عاملين تحقيقات مصورة محقوطة فكرة الدمج بين الفنون الإعلامية المختلفة بقى سواء ما بين صحافة وبقت صحافة مصورة يعني أنتوا بتديتوا تعملوا دمج واتدخلوا الحاجات مع بعض هل ده كان له مردود وعليكم أنتوا نقشتوا بالفعل ولا لسا نقشتوا بالفعل أحنا لسا نقشتوا المشروع يعني إن شاء الله جمعة الأصدر كلية الإعلام البنين بيتناقش المشروعات بعد الامتحانات خلص الامتحانات وبعد كده تبدأ منقشة المشروعات ثلاث أقساء المشروع الخامس شباب حضراتكم وكلكم من الطلاب المصريين لأن احنا طبعا عارفين جامعة الأزهر فيها فيها وافدين كثيرين من مختلف الدول سواء بقى عربية أو أفريقية أو حتى أجنبية فكلكم أنتوا الخامسة مصريين كل الخامسة مصريين حابة أضيف حاجة في السؤال لحضراتك سألتي من شوية إن إحنا بنتعلم في كلية الإعلام جامعة الأزهر الصحافة الحديثة دلوقتي لأن المناهج الأديمة تحدثت فدلوقتي بنتعلم الصحافة الحديثة فالصحافة الفيديو دلوقتي حاجة أساسية الناس كلها بدأت تشتغلها فإحنا بنتعلم ده في الجامعة عندنا وفي الكلية ومناخده عملي فبدأنا نطبق ده وحتى في الموقع لما صممنا الموقع حاولنا نضيف قسمه في الموقع الموقع كانت أنتوا اللي مصممين أو ألا لجعتم لحد لا أستعاني للشركة وإحنا كنا برضو في اللينا بصمتين بتقولوا المحتوى اللي حيتحط اللينا برضو الحاجات اللي إحنا كنا بنختارها القالب بتاع المشروع لشان خطر بتاع الموقع لشان خطر يظهر بسرعة كويسة سواء كان تناسب التكنولوجيا والتطور الحديث وبرضو تكون مريحة للبصر وألوان الموقع جيدة جدا برضو جميل ومهم كمان أنتوا تعلموا حاجة زي دي لأنتوا بتعملوا مشروع اسمه رقمان فلازم أنتوا نفسكم تكونوا تعلمتوا حاجة زي دي أكيد كان في فادة جامدة من المشروع اللينا يعني استفادنا كتير من الشغل سواء كان في إجراء الحوارات سواء كان في اختيار الألوان المريحة للبصر أو اختيار التصميمات المناسبة وبرضو من الحاجات المهمة اللي تعلمناها أن احنا شفنا أو اللي استفادنا بيها شفنا كتير من من الميزات والخدمات اللي بتطلقها مصر منذ 2016 في حملة مصر 2030 اللي أطلقها الرئيسة عبدالفتاح السيس وكمان برضو كان فيه رعاية كريمة من الجمعة سواء إن ما كانوش دعمونا الدعم المادي فكانوا الدعم المادي طبعا مستمر وده أنا بفضله عن الدعم المادي كان دايما بيدعمونا بكل الأشكال يعني يوفروننا مصادر دعمونا حتى بالكلام دعموكم العلم اللي عرفتوا تشتغلوا بي وتعملوا ده قبل كل حاجة ورحبوا بالفكرة يعني كان أول أكتر ناس مرحبين بفكرة اسم المشروع وكلهم كانوا مبسوطين منه كان فيه اتفاق يوم السمينار بتاع عرض احنا أصلا بقبل السمينار بيبقى فيه أسبوع نختار فيه الأفكار وبعد كده بيبقى فيه السمينار لمناقشة الأفكار دي وبعد كده يا إما بالموافقة يا إما عدم الموافقة وأول ما بوافقه بنفضل بنبدأ ننطلق بقى في المشروع تنفيذ المشروع ما خدش شهر على الفكرة بدأنا فيه على طول برافو وفي أثناء الشهر اللي كان بيتم فيه تنفيذ الموقع كنا بنشتغل احنا بالاتفاق بينا وبين بعض نسأل بقى تقريرات حوارات نجهز الشهر نجمع معلومات نجمع معلومات نجمع معلومات مصبوعة بمجرد من طلق الويب سايت بدأنا ضخ ضخ الحاجات الشغل اللي احنا الموضوعات اللي احنا عملناها الموقع عليه حوالي ستين ستين موضوع بأشكال أو خنون تحريرية مختلفة ستين موضوع ده طويس جدا حوالي ستين خمسة وخمسة وخمسة في الحدود دي يعني طيب تفاعل الناس مع الموضوعات دي عمل ازاي احنا الآن موجودين على الفيسبوك موجودين على الفيسبوك كل الناس مبسوطة من الأفكار اللي احنا بنعملها بنعمل أفكار كويسة جدا يعني حاجات كتير منها ما بيكونش تعاملت قبل كده والدكاترها بتوعنا في الكلية مبسوطين من الفكرة جدا برضو المشرف عندنا مبسوط من شغلنا ومبسوط مننا انا بوجه له الشكر جدا لانه سعيدنا كتير برضو في تنفيذ المشروع علشان يظهر بالشكل ده ان شاء الله ناخد مركز أول اتمنى ان احنا ناخد مركز أول ان شاء الله بإذن الله حابة اضيف حاجة برضو ان احنا اشتغلنا على تقارير خدمية للمواطن البسيط ازاي يحصل على الخدمات الرقمية ده بقى السؤال كنت لسه اسألك المواطن نفسه هستفيد ايه لما يشوف الموقع بتاعكو او انه يدخل على البيتجي بتاعتكو على الفيسبوك ان هو هيعرف ازاي يحصل على الخدمات الجديدة الرقمية ازاي ايه فايدة التحول الرقمي ايه الانجازات اللي قدمتها الدولة المصرية منذ 2016 وحتى الان في التحول الرقمي مصر رايح على فين بقى في التحول الرقمي جميل يعني انت مثلا بتقول له مثلا على سبيل المثال ازاي تستخرج البطاقة بتاعتك اه اه طبعا ازاي تستخرج وبتحط له الخطوات بتاعته اه وبتحط له كمان بنضيف له اللينكات ازاي هو يستخرج الخدمة اللي هو محتاج وبرضو علشان مناسبة تحول الرقمي ما ننساش جامعة الازخر اطلقت مشروع الحرم الجميعي الذكي وده طبعا هيسهل على الطلبة كتير جدا دفع المصرفات استخراج شهدات التخرج كل الخدمات اللي طالب محتاجها بدل ما يروح يستخرجها حلوة في مجال التحول الرقمي في مصر وفي جامعة الازخر وفي كلها طيب انت بقى ببين الانجازات دي بتكلم بس المصريين ولا بتكلم باقي زميلك اللي موجودين يعني انت عندك وافدين من جنسيات مختلفة ومن جاليات مختلفة هل بتيسر عليهم او بتوضح لهم باقي الخدمات المقدمة المقدمة لغير المصريين ازاي اقدروا ينتفعوا بيها من خلال المنص عندكم حاليا احنا بنتكلم عن احنا واخدين الفكرة نفسها المصريين دلوقتي بس يعني بنستهدف ان احنا نحول الموقع الى منصة كبيرة تقدم خدمات للمصريين لضمان الاستمرارية اه لضمان الاستمرارية لالذينا مفكر مع بعضها بتشاركوا في المشروع على فكرة محتاجين برضو نتمنى نستمر في المشروع وعلشان نستمر ومحتاجين الدعم محتاجين الدعم علشان خطر هي الفكرة محتاجة محتاجة شغل فكرة مهمة لكن انا كنت عايزة عرف برضو احنا بنتكلم على المبتعسين والوافدين اللي بيدرسوا معكم ردود افعالهم ايه عن المشروع ده انا عندي ناس اصدقان اصدقاء لي ووافدين ردودهم يعني مبسوطين اللي هو حتى عملنا بوستر ابتدائي كده للمشروع يعني مش البوستر النهائي فالناس انت بتساهم في انك تعرفوا ايه اللي بيحصل في مصر ايه التطوير اللي بيحصل في مصر فهو بيبتدي يقعد ويفكر في بلده كمان ايه اللي بيحصل فهو شك فيه تطوير كبير بيحصل في مصر طبعا طبعا ده مصر بتشهد عصر غير طبيعي في التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية كلها يعني ما فيش مؤسسة بدأت ومؤسسة لا ده كل المؤسسات خلاصها تنتهي من النظام الورقية وبتتحول كلها بتتأهب للنظام الالكتروني ويوم منقشة السمينار حد من الزمل الوافدين بعد السمينار اتكلم معي وقال لي فكرة كويسة جدا ويعني هو صراحة شباب لضمان الاستمرارية ولضمان ان الوابسايت بتاعك ويفضل الناس دخل خارج عليه كده ومتفاعلة مع انتو خطتكم في الفترة الجاية تقدموا ايه تاني اكتر من انتو قدمتوه لو استمرنا في المشروع يعني ما توقفناش ولقينا في دعم او حد تكفل بالمشروع بتاعنا هنبدأ نضخ اخبار كتير جدا وتقرير كتير جدا كلها صحافة الخدمات عندنا نوع من الصحافة اسمه صحافة الخدمات هنمتلم عليه بقى في وقت تاني عشان احنا وقت تدخل تماما ده مية سبعة وشين خدمة بوجودكم معنا اشرف محمد عبد الجواد وسيد خليفة اعضاء فريق مشروع رقمنا مشروع تخرج رقمنا بكل اعلم جامعة الازهر شكرا لكم جزيل الشكر لحضرتك جزيل الشكر لحضرتك ان شاء الله